السلام عليكم عارفين قصة سيدنا سليمان مع النملة وتيالهم عظمنا عارفها لكن فيها حاجة مهمة قوي ياريتنا علمها للأطفال القصة ان سيدنا سليمان كان في مرة مع الموكب او موكب الجيش بتاعه من الانس والجن والطيور والخيول والفرسان فعدوا على وادي نمل فنملة منهم قالت لباقي النمل ادخلوا البيوت بتاعاتكم او المساكن عشان جيش سيدنا سليمان ما يحطمكمش وهم مش واخدين بالهم فسيدنا سليمان طبعا فهم الكلام اللي قالته النملة لباقي النمل وابتسم على الحاجة اللي ربنا ادهاله اللي هي النعمة دي ان هو يفهم كلامهم ولغاتهم بعكس اي حد من البشر هو الوحيد اللي كان بيفهمهم وعلى طول شكر ربنا على النعمة دي وقال دعوة جميلة اوي قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين يعني طلب من ربنا بعد ما شكر نعمته اللي انعمها عليه طلب منه ان هو يسهله ويسر له العمل الصالح واحنا كمان لازم نعمل كده لازم اولا نشكر ربنا طبعا جدا كل يوم على النعم الكتير اللي ربنا بيدهالنا يوميا وكمان نطلب منه ان هو يسهلنا العمل الصالح لان من غير ربنا احنا مش نقدر نعمل حاجة ودي نقطة مهمة اوي ان احنا نفهمها للاطفال وكذلك برضو كل القصص بتاعت الانبياء وكل القصص اللي موجودة في القرآن لازم نطلع منها الفوائد هي مش مجرد حكاية بتحكيها وخلاص لازم تطلع الفايدة منها عشان تعلميها للاطفال وكذلك برجات اشتركوا في القناة